مرحبا وتحية إلى الجميع إن الاعتياد على الحياة هو الشيء الوحيد الممكن في هذه الحياة إن الاعتياد على الحياة هو الشيء الوحيد الممكن في هكذا حياة هذا هو إن أردتم جوهر أدب الله معقول أدب الله معقول الذي هو في النهاية طبعا فرع من أدب العبث بنكهة لنقل وجودية طاغية وأيضا بنكهة عدمية وواقعا ملامح الله معقول بدأت بالظهور كما يرى أصحاب هذا الاتجاه يعني قديما فمنذ أن طالب سورين كيركاكارد الفيلسوف الدنمارك الكبير وقبل وجودية فمنذ أن طالب سورين بالتضحية بالعقل لصالح الشعور والوجدان لاحت لنقل في الأفق ملامح الله معقول لكن أول من استعمل المصطلح وأعطاها يعني تحديد واضح كان ألبر كامو في كتابه الشهير أسطورة سيزيف عندما قال إن من يشعر بالله معقول سيرطبط به إلى الأبد ولذا على الإنسان أن يقر بأن الحياة خالية من المعنى ومن ثم عليها أن يكيف موقفه منها تبعا لذلك وهذا بالتحديد لنقل ما قام به أدباء اللامعقول الكبار طبعا من أمثال يعني سامويل بيكت أداموف يونيسكو جون جينيي وآخرين فكان أن أشاد في باريس عاصمة النور مسرحا لله معقول وأفاجأوا كل الأوساط الأدبية والثقافية والفكرية والفنية يعني بأعمال خارجة عن المألوف بأعمال غريبة عن السمات المعروفة مثلا للأعمال الأدبية والفنية والدرامية ولكنهم في نفس الوقت طبعا عبروا من خلال هذه الأعمال عن أزمة الإنسان ببعدها الوجود الفلسفي أزمة الإنسان المخضبة بهم الأسئلة الوجودية الكبرى أزمة الإنسان التي تتجلى في ذلك العرق الدائم والقلق هي لعلة وجود الإنسان ككائن معتل في حياة تبدو خاوية وعديمة المعنى والغاية كما كان أدب ومسرح الله معقول نقول أيضا تعبير عن واقع موجود وزمن كان في غاية الاضطراب طبعا طبعا جراء أزمة الإنسان الغربي بعد الحرب العالمية أو بعد الحروب العالمية بالمجمل هذا الإنسان الغربي والأوروبي تحديدا طبعا الذي شاهد انهيار كل الحكايات والأحلام الكبرى وكل تلك الوعود الملحمية وبات عليه أن يتصالح مع ضياعه مع حيرته مع رتابة الوحدة والقلق فهكذا لنقول أشيد لله معقول مسرح ورفع للعبث منبر واتخذ أدباء الله معقول يعني واقعا مسار جديد خاص بهم مسار ومسلك نقول متمايز عن ما هو موجود في محيط دائرة العبث يعني مثلا أدباء الله معقول تمردوا على كل أنبياء العبث على كل فلاسفة العبث رفضوا مثلا الأخذ بنصيحة نبي التشاؤم الأكبر أرثر شوبنهاور طبعا عندما ينصح شوبنهاور قائلا أن الحياة لا معنى لها الحياة لا معنى لها فلنقضي عليها بالانتحار فرفضوا هذا الحل الذي يقدمه شوبنهاور أيضا رفضوا موقف يعني كما عرفت العبثية الميتافيزيقية والتي ترى بأنه في مقابل حياة لا معنى لها طيب لنسخر من هذه الحياة لنسخر منها والنزري كل شيء والنهرب إلى عالم آخر متخيل أيضا رفضوا هذا الموقف وكذلك رفضوا نداء نيتشي نداء نيتشي الذي دع فيه إلى حياة القوة والنزال طبعا عندما قال نيتشي بأن الحياة لا معنى لها لاحظوا جملة الحياة لا معنى لها تتكرر عند الجميع نيتشي قال أن الحياة لا معنى لها فلندمرها ولنعش بكل عنف وقوة حتى أنهم أيضا يعني رفضوا موقف ألبير كامو وهو الذي أصلا منحهم الاسم موقف كامو الداعي إلى التمرد كما هو معروف وإلى خلق المعنى من خلال التمرد كما عبر عن الأمر في أسطورة سزف عندما قال بأن الحياة بلا معنى والحياة عبثية ولذلك فلن تمرد عليها وفي الواقع يعني أدباء الله ما أقول طبعا من خلال أعمالهم ومسرحياتهم وموقفهم الفكري رفضوا كل هذه النصائح والدعوات جملة وتفصيلا أو بالأحرى جملة لأنهم واقعا يعني قبلوا بنصفها الأول المتمثل في اللازمة التي يتفق عليها جميع وكررها جميع في كل الاقتباسات السابقة وهي أن الحياة بلا معنى قبلوا هذه جزئية أو هذا النصف الأول من أي نصيحة أن الحياة بلا معنى أن الحياة عبثية أن الحياة لا غاية لها أنه وجود عبثي حياة غارقة في العبث وبالتالي في الحياة تمثل اللامعقول تمثل اللامعقول فقبلوا هذه اللازمة أن الحياة بلا معنى هذا هو القاسم المشترك الجامع بين كل فروع العبث وهي جزئية أن الحياة بلا معنى أما الانتحار يعني إذا تكلمنا بلسان حال أدباء اللامعقول فلنقول أنهم قالوا فعلا أن الحياة لا معنى لها أبدا وأن الحياة عبثية لكن الانتحار لا شأن لنا به فهذا شأن شوبرنهاور والتضحية بالعقل هذا شأن سورين كيرجاكارد والتدمير والعنف والقوة مثلا فهذا شأن نيتشي والتمرد شأن كامو أما نحن فلنا شأننا الخاص لنا شعارنا الخاص وهو أن الحياة بلا معنى فلنبقى إذن غائصين في أعماقها على قاعدة أن الاعتياد على الحياة هو الشيء الوحيد الممكن في هكذا حياة شكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة